تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب إلى شانية صحية الآن حيث وبعد أن أعلنت وزارة وصحة عن فتح أبواب التسجيلات للمسابقات المهنية المقرر إجراءها في 30 من شهر الجهري انتهى حوالي 90% من الأطباء العامين من تسجيل أنفسهم في قوائم المسابقات تقول ناسي ملوافي انتهى حوالي 90% من الأطباء من عملية تسجيل أنفسهم في قوائم مسابقات الترقية التي فتحتها وزارة الصحة والمقرر إجراءها في نهاية شهر مايو الحالي أين ستتم ترقية الألاف من الأطباء الجزائريين بعد سنوات من الانتظار تقدموا كل الأطباء العامون بتجيل أنفسهم على قوائم إجراء المسابقات هي أكثر من 90% لحد الآن بعد حوالي 9 أيام من افتتاح هذا القوائم كما تعتبر هذه المسابقات المهنية مجرد امتحانات شكلية فقط خاصة وأنه ستتم عملية الترقية الآلية لكل الأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة بهدف تنظيم قطاع الصحة وتسوية وضعية ممارسو الصحة نهائيا قبل الشروع في مناقشة وتعديل القانون الخاص المسابقة التي تقدم لهم هذه السنة الأطباء هي تحويل المناصب الموجودة لا يحدث لهذا سيكون فيه ارتقاء 100% لكل الأطباء وبهذا سيستفيد حوالي 80 ألف من عملية الترقية الآلية في قطاع الصحة والتي تعد فرصة حقيقية لكل ممارس طبي هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر